أخيرا حسم مجلس التعاون الخليجي الجدل بشأن أحداث عدن تجديد للموقف المبدئي الثابت تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره استغرق الأمر يومين حتى اتضح موقف أهم تكتل عربي معني بمجريات الأحداث في البلاد منذ اتفاق المبادرة الخليجية وحتى اليوم لم يتغير هذا الموقف لكنه تعرض لاختبار صعب بعد الإعلان عن مجلس انتقالي جنوبي في عدن تحت الحراسة المشددة للقوات الإماراتية جامع التحركات لحل القضية الجنوبية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار الوطني هذا ما أكد عليه البيان الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الذي دع كافة مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق اليمن موقف واضح لا لبس فيه على نحو يضع ما أسمه الحراك الانفصالي مجلسا انتقاليا جنوبيا في زاوية النسيان كفعل معزول ومدان على الرغم مما أحدثه من خدش في مصداقية التحالف العربي ونزاهة دوره الذي انبنى على شرعية الرئيس هادي وسلطته الانتقالية وعلى الثقة الكبيرة للشعب اليمني بهذا التحالف على مدى يومين تداعت المواقف الداخلية والخارجية وانفرطت قائمة المجلس الانتقالية المعلن من قبل عيدروس الزبيدي وزراء ومحافظون نأوا بأنفسهم عن هذا المجلس وأعلنوا تمسكهم بالعمل تحت مظلة الشرعية وعلى المستوى الخليجي حدث تحول لم يكن يألفه المشهد الإعلامي الذي اتسم بالحساسية تجاه مهمة التحالف في اليمن فقد تصاعدت نبرة الخطاب من جانب صحفيين ومعلقين خليجيين تجاه ما يحدث من تجاوزات وذهب البعض إلى الحديث علنا عن خلافات غير منظورة بين أهم قوتين في التحالف على خلفية الترتيبات الأحادية للإمارات المراقبون يرون في هذا الضرر الذي أحدثه مجلس ذي طبيعة انفصالية في عدن نفعا قد تدب بسببه العافية مجددا في جسد المشروع العربي الذي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر